نتوسع في الحديث أكثر مع ضيفنا ينضم لنا الآن من عمان الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد إسماعيل أيوب العقيد إسماعيل أهلا بك معنا إذن موسكو تعلن عن تحقيق الهداف الرئيسية للمرحلة الأولى للعملية العسكرية التي أنجزت في أوكرانيا هل ترى بأن هناك فعلا بوعد استراتيجي مهم جديد تتحدث عنه ربما اليوم موسكو بتركيزها على الشرق أوكرانيا وإعطاء الأولوية لدنباس بسم الله والسلام على رسول الله تحية لك أختي الكريمة والأستاذ مشاهدين الحقيقة كان على الروس أن يعلن أنه فشل للعملية العسكرية في الخطة ألف دائما هناك في العملة العسكرية خطة ألف وخطة باء وربما خطة جيم الخطة ألف كانت تقتضي إنزالات جوية مكثفة في محيط العاصم الكيف وإسقاط النظام وتنصيب نظام جديد موالي لروسيا مع جبهات أخرى يوجد فيها قتال تثبيت أما الآن بعد أن فشلت هذه الخطة لأسباب كثيرة جدا أهمها عامل المفاجأة لصواريخ جافلين وصواريخ ستينجر التي حدت من قوة الطيران الروسي وحدت من قوة المدرعات الروسية أوقعت خسار كبيرة في القوات الروسية المهاجمة سواء في محيط كيف أو في الجبهات الأخرى مما حدا بالقوات الروسية إلى الانتقال إلى الخطة باء سبب الانتقال إلى الخطة باء وهي القضم التدريجي للأراضي الأوكرانية من كل الجبهات وخاصة في الجبهة الشرقية السبب هو المدن المحاصرة نعلم أن هناك خمس مدن محاصرة كبيرة من الشمال شيرينييف سومي خاركيف وأيضا ماريوبول وميكولايف في الجنوب هذه المدن تنطلق منها مقاومات كثيرة معظمها مجموعات صغرى تحمل صواريخ جافلين وصواريخ ستينجر وتؤذي القوات الروسية إلى حد كبير وخاصة في الجبهة الشمالية حيث تضرب خطوط الإمداد إلى القوات الروسية الواصلة إلى كييف وبالتالي ضعفت القدرة قتالية لقوات الروسية الأنساق الثانية التي زجتها في المعركة لم يكن لديها القدرة الكاملة والوقود والذخائر والمؤن إذ تم ضرب خطط الإمداد لذلك الخطة تقتضي تطهير هذه المدن الخمسة بشكل كامل وفتح خطوط الإمداد لخاصة محور سومي بروفاري وبالتالي هذا الانتقال إذا هذه الخطة سوف تعمل القوات الروسية كما قلت في بداية حديثي إلى القدم التدريجي وهذا القدم التدريجي يعني تسحق يعني هناك تدمير كامل خاصة أن القوات الروسية استقدمت المدفع التقيل 230 مم هذا المدفع قذيفته وزنها 100 كم وتقصف على مسافة أكثر من 50 كم هذه الخطة وهذا القدم التدريجي يساعد المروحيات القتالية الروسية لإسناد ودعم القوات البرية على الأرض صحيح أن التقدم يكون بطيء لكن يكون آمن وتأمن من خلاله القوات الروسية من ضرب مجنباتها ومن ضرب مؤخرتها وبالتالي تخف الخسائر ويخف هذا التخبط العسكري هناك أخبار ربما تكون صحيحة أو غير صحيحة أن الرئيس بوتين منزعج من القادة العسكريين الروسي كثيرا إذ قالوا لهم أن الخطة ألف مدتها ثلاث أيام أو 96 ساعة كما قال البنتاجون لإسقاط كيف لكن المفاجأة حصلت على الأرض وهذه مفاجأة استراتيجية حطمت صورة الجيش الروسي أضعفت الجيش الروسي إلى شكل كبير وعندما بدأت هذه العملية العسكرية كان هناك حديثنا الجانب الروسي كان هناك حديث تركيز على منطقة دونباس من جهة وتحييد القوات العسكرية الأوكرانية وكان هناك حديث بأنه لا خطط لاحتلال أوكرانيا سأعود إليك العقيد إسماعيل لنكمل الحديث في هذه النقطة ولكن دعني أرحب أيضا بضيفنا ينضم إلينا من موسكو أستاذ العلومة السياسية نزار بوش سيد نزار أهلا بك معنا إذن موسكو تعلن عن تحقيق وإنجاز الأهداف الرئيسية للمرحلة الأولى من عملية العسكرية في أوكرانيا ولكن يطرح تساؤل ماذا بعد هذه العملية أو هذه المرحلة تحديدا نعم كل التحية لكم في حقيقة الأمر نعم تم تحقيق الأهداف الرئيسية أنا لا أقول كل الأهداف التي كانت موضوعة على الطاولة لدى القيادة الروسية ولكن الأهداف الرئيسية وهي طبعا تحييد أو القضاء على البنية العسكرية للجيش الأوكراني إضعاف النازيين الذين يحكمون أوكرانيا تحرير 95% من منطقة دونباس طبعا إغلاق الممر أو الميناء على الموانئ الأوكرانية على آزوف وحتى طبعا السيطرة على الأجواء في البحر الأسود وخاصة فوق أدسة وهناك كان مخطط لأن تبنى قاعدة عسكرية أمريكية تم ضربها من الساعات الأولى أما فيما بعد الآن طبعا لا شك أن روسيا والجيش الروسي يريدون التقدم لي طبعا أن يكون هناك حكم ذاتي أو بالأحرى يعني لا يريدون هنا احتلال روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا لا على الإطلاق المدن سوف تديرها طبعا جهات أوكرانية بكل تأكيد من محافظين جدد من محافظين حتى ربما قدماء وطبعا تخلوا عن هذه النظرة النازية التي طبعا تحكم بها أوكرانيا أعتقد الآن بهذه الخطة تعمل روسيا وخطوة خطوة يتقدم الجيش الروسي حتى لا يتم تدمير البنية التحدية المدنية للمدن الروسية وأيضا حتى لا يتم تدمير لأبنية والمساكل لأن روسيا تريد أن تدخل إلى أوكرانيا على أوكرانيا صحيحة وليست مدمرة كما فعل الأمريكيون في العراق وفي سوريا وفي ليبيا روسيا تريد أن تحافظ على البنية التحتية المدنية لأوكرانيا ولنتصور يعني لو أنها هذه حرب روسية أوكرانية أو روسيا ضد أوكرانيا وليست عملية عسكرية لفعلت روسيا بشكل آخر مثلا قطعت الغاز مباشرة عن أوكرانيا وبالتالي تنقطع الحياة عن أوكرانيا هذا أولا لا مثلا استطاعت أن تجتاح أوكرانيا تجتياح حسب مبدأ الأرض المحروقة وهذا لم تفعله روسيا بكل تأكيد ولن تفعله ولكن نرى طبعا هذه التستيري الغربية وإمداد النازيين أو هؤلاء الذين الآن يقاتلون ضد الروس وطبعا تمركزهم في المدن وفي الأحياء المدنية من أجل طبعا أن لا يتقدم الجيش الروسي ولكن في نهاية المطاف أقول لكم في نهاية المطاف بكل تأكيد طال الزمن أم قصر روسيا سوف تحرر طبعا أوكرانيا من السلطة النازية لأن لا أتحدث دائما أنا أكرر في كل مقابلات أن لا أتحدث عن الجيش الأوكراني أنه نازي ولا أتحدث عن الشعب الأوكراني أنه نازي لا على الإطلاق الشعب هو شعب أخل الشعب الروسي الجيش الأوكراني هناك سلطة تتحكم في هذا الجيش ولكن هذا يعني سينزار تحرير هذا سوف يتنفع له هذا يعني امتدات العمليات العسكرية هذا يعني الوصول إلى كيف نعم ولكن هناك لا لا فيه شغلة فيه شغلة مهمة جدا إن استطاع الوفد الأوكراني والوفد الروسي التوصل إلى حل دبلوماسي إلى حل يرضي الجميع وهذا طبعا يتعلق بالروس ويتعلق بالأوكراني بالمناسبة إنه وصل إلى حل واتفاق على مبادئ وعلى بنود مهمة جدا وضعتها روسيا أيضا أعتقد يمكن أن توقف العملية العسكرية على الإطلاق ولكن حتى الآن هناك تعنت من الوفد الأوكراني والسبب ليس الوفد الأوكراني بحد ذاته حقيقة السبب أن البيت الأبيض هو الذي يدير الوفد الأوكراني وهو الذي يدير هذه المعارك بالضغط عن بعد طبعا بزر عن بعد بالبولت هذه الحقيقة التي الآن نحن نراها على الأعلى أرض الواقع فلذلك الحل ليس بيد الأوكرانيين الحل ما زال في الكونغريس وفي البيت الأبيض العقيد إسماعيل إن كانت موسكو ستركز على دونباس ألن يضع هذا موسكو في موقع ضعف على الأرض عسكريا في أوكرانيا إذا لم تتقدم أو تؤمن ربما جبهة أبعد من دونباس هذا من جهة وكنت تتحدث عن استراتيجية القدم التدريجي ألن يعطي هذا أيضا فرصة للجانب الأوكراني لاستعادة صفوفه وربما الحصول على المزيد من الأسلحة المتدفقة من الغرب أختي الكريمة بداية الحرب منذ شهر كان القتال في الدونباس تقريبا قتال تثبيت ومعظم قوات الأوكرانية كانت متمركزة هناك ولديها خطوط دفاعية قوية لم نشاهد خلال شهر كامل مثلا معركة الدبابات لم نشاهد معركة تصادمية لم نشاهد أي معركة من المعارك التي درسناها في الأكاديميات كان هناك قتال تثبيت تركيز الجيش الروسي كان الوصول إلى أوديسا من خلال خيرسون وميكولايف وأيضا التركيز على محور سومي كيف وأيضا محور غرب دينبر وصول إلى مطار هستوميل وصلت القوات الروسية إلى كيف لكن كما قلت في بداية حديثي خطوط الأمداد الطويلة وعدم تطهير خطوط هذه الأمداد أتاح للمقاتلين الأوكرانيين ضرب خطوط الأمداد وأهم صهريج الوقود وناقلات الذخيرة وغيرها مما أفقد القدرة القتالية لقوات الروسية حول كيف وأيضا حول ميكولايف الآن لماذا انتقل الروس إلى هذه الخطة انتقلوا إلى العقيدة القتالية الروسية العقيدة القتالية الشرقية التي أول كلمة في أثناء الهجوم هي سحق وتدمير القوات المقابلة معروف أن الجيش الروسي هو جيش مدفعي جيش مدفعي صاروخي ما جرى في فولنفاخة يعني عرضت كل وسائل التلفزة مدينة فولنفاخة مدمرة تدمير وكأن زلزال قد أصاب هذه المدينة يتحدث الضيف عن أن لا يريدون تدمير الحرب إذا كان هناك قضم تدريجي وأعلان الروس انتقال الخطة B والسيطرة على شرق وشمال نهر الدينبر هذا يعني أن القوات البرية سوف تسحق القوات الأوكرانية هذا يتطلب قوة نارية كبيرة إسناد جوي كبير وبالتالي ليس الأمر فقط الآن محصور على أقليم الدنباس هناك في إيزيوم تقريبا المدينة ساقطة أو غير ساقطة جنوب شرق خاركيف وهناك قوات وصلت على مشارف مدينة زابروجة إذا تابعت القوات الروسية في هذه الخطة الخطة القضم التدريجي والسحق الأمامي لأمام قوات البرية المتقدمة أعتقد سوف ترتكب القوات الروسية مجازر بحق العسكريين والمدنيين على السواء ولن تكون هناك أي مدينة تستولي عليها القوات الروسية يوجد فيها بناء واحد سالم وهذه يعني أنا درست العقيدة القتالية الشرقية ونظام قتال القوات الشرقية بشكل كامل لا تستطيع القوات التقدم مدامة خلفية هذه القوات مكشوفة مدامة مجنبات هذه القوات مكشوفة وبالتالي لجعوا إلى هذه الخطة هناك أعلنوا خمس مدن محاصرة سوف إذا لم يكون هناك حل سياسي أنا أجزم أن هذه المدن سوف تسحقها القوات الروسية ربما يكون هناك مقاومة شرسة من قبل المقاتلين كما يجي الآن في ماريوبول لكن في النهاية سينتصر الأقوى القوات الروسية أقوى وتسليحها أكبر وأيضا تفقد القوات الأوكرانية للغطاء الجوي صحيح أن حلف النيتو يدعم أوكرانيا بسلاح مضاد للطائرات مضاد للدبابات لكن هذا لا يكفي لوقف تقدم القوات الروسية على الجبه الشرقية التي أعلنوا عنها الآن شرقي نهر الدينيبو سيد نزار ماذا ربما أيضا في ظل هذه التطورات الميدانية دعنا نتحدث ربما عن حل سياسي إنجاز التعبير هنا المفاوض الروسي يقول بأن موسكو تريد صفقة شاملة وأنه لم يتم إحرازه يتقدم حتى اللحظة فيما يخص القضايا الأساسية ربما هناك تقارب أو اقتراب من اتفاق حول القضايا الثانوية نعم حقيقة قلت لك منذ قليل أن الحل ليس في يد المفاوض الأوكراني للأسف ربما المفاوض الأوكراني حقيقة فهم اللعبة وفهم أن الغرب باعه وفهم أن الغرب يستخدمه كدمية وكطبعا آلة لمحاربة روسيا حتى في الغرب بدأوا يتحدثون أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقاتل روسيا بآخر جندي أوكراني أو ربما بآخر مدني أوكراني طبعا نحن لا نريد أن يموت حتى الجنود الأوكرانيون لا نريد أن يموتون نريد حل سياسي وحل سياسي طبعا يرضي الجميع ولكن العملية العسكرية الروسية لا بد إلا أن تحقق أهدافها التي طبعا تم الحديث عنها منذ البداية وتم تحقيق عدد من الأهداف لذلك إذا جئنا وانتقلنا إلى العمل السياسي أعتقد إذا بقي عقلاء طبعا في أوكرانيا أن يتمردوا على الأمريكي ويقولوا له أنتم تستخدمون أداة ضد روسيا ولا نستطيع الوقوف حتى ضد روسيا فلذلك علينا أن نوقع حتى لو نوقع اتفاقية مع روسيا تضمن سلامة أوكرانيا وسلامة الشعب الأوكراني وأيضا تضمن سلامة روسيا وطبعا الأمن الاستراتيجي لروسيا أعتقد بهذه الصيغة يمكن أن نتوصل إلى حل سياسي ما لم يوقع الأوكرانيون الأوكرانيون على المطالب الروسية أعتقد مستمرة العملية حتى لو بلغت الخسائر حدها الأكبر أعتقد أن تتوقف العملية حتى سيد نزار بوش أستاذ العلومة السياسية كنت معنا من موسكو والشكر موصول أيضا لضيفنا من عمان الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد إسماعيل أيوب اشتركوا في القناة